سلام لبنات إن شاء الله تكونوا كامل بخير وفي أحسن أحواليكم اليوم إن شاء الله دائما مع سلسلة الأطباق وأفكار لأطباق رمضانية جيتكم بوحدة طاجين اللي بزاف ابنين على بالي رح يعجبكم حتى ولو كنتوا يعني مش من الناس اللي تاكل البسباز أكيد بهذا الطريقة رح تولوا تاكلوه أولادكم يولوا ياكلوه أزواجكم تاني ولو ياكلوهني ميحبوش أزواجهما البسباز فكما راكم تلاحظو هنا بلاسيت المقادير اللي راح نطيب بها واللي هي درزوش حبات انتا سنارية مقطعين حبتها بصل متوسطة لحجم مفرومة فرم ناعم شوية انتا زيتون باش نبنن شوية أو زوش فخات تاجاج صغار تواب اللي هي ملح فلفل أسود كركم وزنجابيل طماطمة مصبرة وكيما راكم تلاحظو بسباز أمنقي ومقطع على أزوج هنا كيما راكم تلاحظو في الكسكاس حطيت البسباز هنا درت الشعر حطيت البسباز ورح نغطي عليه ونخليه يفور متخلوهش حتى يتحر حر كامل لازم يكون ضروري انه يكون حاكم روحو شوية باش من بعد ما يقلقناش معناها في الطياب من بعد هنا في الطاجين وفي القدرة باش حبيتو درت شوية انتا زبدة مع شوية انتا زيت لما سخنوه حطيت أفخاد الدجاج كيما تقدروا تحطو شوية انتا لحمة فرم باش حبيتو يعني تديرو بهي تلق بنتاكم ديرو حطت البصلة تاعي هدي متوسطة الحجم اللي كنت فرمتها فرم ناعم جدا وخليتها تتقلى شوية مع هادوك الأفخاد انتا الدجاج لما يتقلى البصل ويبدأ يتكرمل هنا نجيبو الطماطم انا الطماطم هنا حطيتها لانو حميتيت حب الطماطم يعني في الماكلة فدرتها مرقة حمرة اذا حبيتو انتو ما تديروها مرقة بيضة معلش يعني هنا ترجع مسألة أدوك اذا اننا هنا راح نديرها مغرف متى الطماطم هنا مش راح نكتر بزاي فهكا برك نصف مغرف تكفي لانو اصلا طماطم هادي حمرة فنصف مغرف راح يجي المرقة نتاعي يعني احمر يعني بشكل جيد اذا نخلي طماطموا والبصل و الدجاجة يتقلوا شوية و بعد نرجع لكم باش نكملوا باقي الخطوات بعد بنشوفوهم باللي يتقلوا شوية هنا نضيفو ملعقة صغيرة انتا فارينة دورة هاديك الفارينة انه تخلي المرقة انتعنا تجي خويترة يعني ما تجيش ميحة نضيدا نخلط هاديك الفارينة مع الطماطم بهذا الشكل ومن بعد في هاد المرحلة راح نبدأ نضيف المكونات المتبقية اول حاجة راح نضيف هاديك السنارية اللي كنت كما قطعتها الى دوائر بالاستعانة بهديك القطعة المشرتفة بهتحصلت على هاديك الشكل ثم زيت كمية من الزيتون اللي كنت بيته ليلة كاملة في الماء غيرت له شحل من مرة الماء بنتخلص من هاديك الملوحية انتاعو وبلا يعني مايروح لي اللون انتاعو يعني يبقى معافوا محافظة على اللون الاخضر زيد نخلطه مليح ومن بعد راح نضيف التوابل اللي هي كما قد لكم ندرت الكركم والفلفل الاسود والملح والزنجابيل هنا التوابل اختيارية كاينما يحبوش يديروا التوابل في الاكلان تاحهم تبقى تاني حاجة اختيارية ولو انه مثل هادي التوابل تمد مداق يعني مميز ومختلف للاطباق انتعنا نكونو يا لبنات حضرنا حدانة الماء اللي نكونو ثخناه باش نمرقو الطبق انتعنا طبعا بعد ما تتقلى المكونات جيدا هنا في هذا الطبق ضروري تقليت المكونات جيدا ها ها هما بعد ما تقلى ورح نمرق بالماء الثاخن الكمية الكافية اللي تغطينا الدجاج تعنا ما نكترس بثاف بس ما يعني المارق ما يوليش ثامط باي يجينا ابنين يعني يجيز تبرق الكمية اللي تكفينا بس يتغطى شوية هادا كالدجاج ويطيب قام بلكم الدجاج يطيب ليه ليه يثيغطو لفخات وهناني نمرق ونشوف ونبادي يا لبنات درت قرين انتع فلفل حار ونغطي على المارق ونخليه اي طيب من جهة اخرى كما اشتو البث بيث راهو تفور حطيتو على جهة خليتو حتى برد تماما ورح نحضر له الخلطة اللي راح نقليه بيها فحطيت هنا زوج بيضات انا درت ربع حبيت او ثلاث حبيت بركتا بس بيث فزوج بيضات كفاوني درت معاه كمية من المعدنوس اللي قطعته رقيق جبت هاداك الصحن حطيت فيه بابي ابصغبو انظر كتشوفو عليه وجبت رابيت ثلاث سنات انتعتوه مع هاداك البيض راح يمدلنا بننا يعني في البس بيث انتعنا ودرت توابل اللي هي ملح فلفل ازود ودرت شوية تاقركم باش نحينا لكم تعرفو باش نحينا هديك الريحة انتع البيض هديه الخلطة تحبو تديرو لها مغرف تاني تاقفى رينا باش اذا حبيتو تكوفري والبس بس تاكم بشكل جيد انا حبيت نكتفى غير بالبيض خلطت مليح مليح هديك البيض مع هديك المكونات حتى خفاف كليا هديك البيض بديت نغمس الحبات انتع البس بيث انتعنا الواحداتي والاخرى ونسي نديرها مليح مليح في هديك البيض يعني نغمسها جيدا في هديك البيض باش يدخل ونسي البيض الداخل لنص هديك الحبة وبعد ما نغمسها هكا مليح راح نهزها نحطها في البابي ابصغبو باش نتخلصو من كمية البيض هديك الزايدة باش كين نجو نقلوه الزيت انتعنا يعني يبقى نضيف وهنا ها هما بعد ما كملت درتهم في البيض كامل درك كنت حطيت اعلى جنب في المقلة شوية زيت معمرت المقلة خلاه يعني اجزت الكمية الكافية ليباش نقلوه بها البسباز انتعنا ها هوا هنا زيت بعد مسخن بديت نحط في الحبات انتع البسباز ومبعد يالبنات راح منحركوه مش ومنقلبوهم مش حتى نتأكدو باللي حمارو من التحت باش نقلبوهم يزيدو ياخدو لون ذهبي من الفوق سيو كذلك الاطراف اللي تشوفوها بلي ما تحمرتش سيو وقفو الحبة وعدلوها جيدا باش تاخدلكم لون ذهبي من كامل الجوانب وفي نفس الوقت تراني حطيت الصحن حطيت فيها بابي ابصغبو باش لما تقلل الحبات تعنا نحطها قبل في بابي ابصغبو باش نتخلص من كمية هادك يعني الزيت المتبقي في الحبات تعنا تع البسباز والساعة عادة نضيفوها للمرق اذا هذي هي النتيجة بعد ما طاب كيب اقول لكم بعد ما تشرب هذيك البابي كامل هذيك الزيت الزيت في الاخير هذيك الحبات تعي وحطيتهم في الطاجين او في المرق ومبعد وصي هذوك الافخاد انت عند دجاج حمرتهم في شوية زبدة ملحتهم وحمرتهم في شوية زبدة وفي الاخير درت رشا انت مع النوف تحبو كذلك ديرو الليمون وش حبيتو طبق انت عنا تع اليوم خلاص راهو كمل يجي كما قد لكم بنين وهكا تكونوا ضفتوا قائمة الاطباق الرمضانية طبق اخر اللي يعني راح ينحلكم هم التفكير ولا وشان طيبو وشان ديرو فطور فكرة جد ممتازة وان فلوس يعني البثبث مليح وصحي وبهذا الطريقة يعني تكلوه بلا متفقو به هنا ضفت شريحة انت عليمون اذا اخواتي ان شاء الله يكون الفيديو انت اليوم نال اعجابكم ورداكم نلتقي في فيديو لاحق ضمطم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة